موسيقى أهلا بكم تصاعدت لهجة التهديدات بين ميليشيات العملية السياسية الصدر والإطار التنسيقي الممثل للميليشيات الولائية بسبب ادعاء كل طرف أنه ما يمثل الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة حيث هدد المتحدث باسم ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري بأن أياما سوداء تنتظر العراق بسبب ما وصفه بمصادرة حق الأغلبية بعد اختيار البرلمان الجديد الرئيس ونائبيه في جلسة غاب عنها نواب الإطار التنسيقي تحالف الصدر مع القوى الكردية والسنية بعيدا عن إطار الميليشيات يعلق عليه بعض الحالمين أمانيا عريضة في إخراج العراق من رفقة الهيمنة الأمريكية والإيرانية وتغيير قواعد المحاصصة الطائفية السياسية التي أرساها الاحتلال الأمريكي بعد العام 2003 أفق هذا الصراع المتصاعد والتهديدات بين ميليشيات العملية السياسية وحظوظ تحالف الصدر مع القوى الكردية والسنية في صياغة مشهد سياسي مختلف هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية أين يمكن أن ينتهي هذا التوتر المتصاعد بين القوى السياسية الطائفية بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستشكل الحكومة الجديدة وهل ثمت تغيير فعلا لقواعد اللعبة السياسية الطائفية التي صممها الاحتلال الأمريكي والإيراني كما يقول البعض وهل تحالف الصدر مع القوى الكردية والسنية سيقوض الهيمنة الإيرانية على العراق كما يروج بعض الحالمين وهل فعلا أن ما جرى في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد هو انقلاب يقوده الصدر على شركائه في البيت الشيعي كما يتهمه بذلك هؤلاء الشركاء وهل تصاعد الهجمات بالصواريخ والمسيارات المفخخة على المصالح الأجنبية ومقرات بعض الأحزاب مرتبط بهذا الصراع المتصاعد بين القوى الطائفية الرئيسة في العملية السياسية ضيوف الطاولة رافع الفلاحي قحطان الخفاجي معركة ما بعد الانتخابات الأخيرة في العراق مستمرة للسيطرة على الكتلة الأكبر لكن الخوف الإيراني من فلات الأمور وتفجر الأوضاع دفعها إلى إجبار الفرقاء على تسوية على ما يبدو مجرد شكلية فدفع الجميع نحوها مكرهين رغم خلافاتهم التي وصلت لمرحلة الدم ومنذ الجلسة الأولى للبرلمان اشتعلت الخلافات وأعطت إشارة إلى أن البرلمان القادم سيكون منصة صراع واضح وصريح الصدريون داخلوا البرلمان وهم يرددون هتافات اللعن والانتقام وخصومهم في الإطار التنسيقي يرفضون ويهددون باللجوء إلى المحكمة الاتحادية بسبب ما اعتبروه مخالفة الجلسة النيابية الأولى للدستور وبين هذين القطبين ثم تفئة تمني نفسها بأوهام حكومة الأغلبية الوطنية فتصفق وتصطف مع الطرف الغالب ولعل ما يؤكد هذه الأوهام هي تغريدة المسؤول الأمني في ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري عندما هدد هذه الفئة وعرض بها عندما ذكر أنها مجرد وسيلة يستخدمها الصدر للوصول إلى هدفه ومن ثم يقوم بالتخلي عنها الصدر يرد على العسكري ويذكر أن هؤلاء حلفاءه وسيدافع عنهم لتتحول هذه الفئة الضعيفة إلى محطة سجال بين الطرفين الخلاف بين الفرقاء لا يعني تبرئة طرف من الجريمة السياسية فالكل مجمع على مبادئ منظومة الحكمة التي رسخت عام 2003 فساد وطائفية وتبعية للخارج أما الخلاف فهو على الحصص ومقعد القيادة وخلاف كهذا وإن كان في التفاصيل لا في المجمل فإنه بدأ يتطور حتى وصل إلى مرحلة سد معها الأفق السياسي بالكامل وأخطر ما في هذا الصراع أن لكل طرف أجنحة ميليشيوية تفهم فقط بلغة السلاح لفرض إرادتها أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في أفق الصراع المتصاعد بين ميليشيات العملية السياسية في العراق وأيضا حظوظ تحالف الصدر مع القوى الكردية والسنية في إخراج العراق أو سياغة مشهد سياسي مختلف في المرحلة القادمة ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي وأيضا سيكون معنا عبر سكايب الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية مرحبا بي الضيفين الكريمين هياكم الله أهلا دكتور مرحبا بي نبدأ مع دكتور رافع دكتور هذا صراع متصاعد الآن بين الميليشيات مقتد الصدر من جهة والإطار التنسيقي الممثل للميليشيات من جهة أخرى هناك تهديدات بأيام سوداء وردود أيضا على هذه التهديدات من التيار الصدري أين يمكن أن ينتهي هذا الصراع المتصاعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا نحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك الكريم أهلا وسلم الدكتور قحطان الحقيقة هذا الصراع ليس جديدا الصراع هذا يعني ولد مع تأسيس العملية السياسية كان جزء من تشكيلة هذه أو تكوينة هذه أو بناء العملية السياسية أن تكون بين قوى العملية السياسية صراعات وليس منافسة صراعات على المكاسب صراعات على الاستحواض صراعات على المناصب صراعات على الأموال وهذا كلها بعيد عن ما يخدم الشعب ما يخدم الناس ما يخدم الوطن هذه بعيدة جدا جدا وشهدنا وشهد الشعب العراقي طوال هذه الساعة السنة التي مضت كثير من هذه الصراعات ووصلت صراعات دموية وكان يدفع ثمن هذه الصراعات الشعب العراقي الحقيقة دفعها من دماء أبناءه من حياته من استقراره من أمنه من ثرواته من كل شيء في حياته وبالتالي العراق بدأ يندفع شيئا فشيئا نحو الهاوية بسبب كل هذه القوى التي تؤلف العملية السياسية وهذه القوى العملية السياسية عندما صممها الأمريكان بهذه الطريقة وضعوا هذه اللبنة الشيطانية هذه الطبخة المسمومة التي لكل مكون حصة معينة لكل فئة حصة معينة داخل العملية السياسية وتقاسمون بها الثروات والمكاسب والمناصب والسيطرة وبالتالي لابد من صراع لابد من دفاع لجهة على حساب جهة أخرى وصلنا إلى الحديث الذي حضرتك تحدث عنه الآن الصراع بين ميليشيات ميليشيات يسمونها الولائية وميليشيات في السلطة تدعي أنها وطنية وبالتالي هي كلها قوى ميليشيوية قوى ساهمت وتساهم في خراب العراق منذ عام 2003 لحد الآن وهي قوى بعيدة عن الوطنية بعيدة عن الدين بعيدة عن الرؤية الشاملة بعيدة عن خدمات المواطنين بعيدة عن أموم المواطن العراقي بشكل عام لكن هذا الصراع الآن يعني ربما الكثير من الناس متخوفة مننا لأنه وبالتالي سيكون على سنتحدث دكتور عن أفق هذا الصراع وتداعياته أيضا على الوضع في العراق الملتهب أصلا نتحول إلى الدكتور قحطان الخفاجي دكتور هذا الصراع الدكتور رافع تحدث أن هذا الصراع صراع مزمن في العملية السياسية أقطاب العملية السياسية لم يسأموا من هذا الصراع وكأنهم يعتاشون على هذا الصراع لكن الحقيقة الصراع الموجود الآن الأوج الصراع أو أشد هو بين طرفين رئيسيين أو أطراف رئيسية كانت ضمن ما يسمى الإطار الشيعي كان الصراع من 2003 حتى اللحظة بين شركاء العملية السياسية من خلفيات مذهبية مختلفة هذا صراع الآن من نفس النوع مما يسمى البيت الشيعي هذا صراع حقيقي أم مكمل للصراع التقليدي الذي بدأ بعد 2003 حياك الله خيالعزيز وحيا قناة وحيا ضيفك الكريم حقيقة الأمر الذي يغيب عن مدرك العملية السياسية بالأحرار رموزها هو عدم التفريق ما بين ما يسمى بالتنافس السياسي وبين حقيقة أخرى هي الصراع التنافس حالة إيجابية موجودة في كل الدول العالم ويدلل على أن هناك ثوابت عامة جامعة ولكن هناك أساليب مختلفة يجتهد بها المجتهد لكي يقدم الصيغة الأكثر فينافس زميلة حتى يكسب الجمهور الأكثر الذي يتوافق مع الفكر ولكن في العراق أساسا بنية على أو نشأت الأفكار السياسية الحزاب السياسية على أساس الصراع على أساس الخلافات الأساسية العقائدية بمعنى أن عملية التوافق في أي عمل سياسي بين هذه المجامع أو ما يسمى التنافس إنجازة لهم إن يقول ذلك هو شكلي الحقيقة الأساسية هو الصراع والخلاف هذا ليس جزافة وليس موقف مسبقة أو رغبة شخصية بقدر ما هي حقيقة ويدلل على ذلك أن هذه المجامع على ما يسمى البيت الشيهي قبل حتى أن يعتلوا المنصة المسؤولية في الدولة العراقية بظل الاحتلال لأنجلوس أكسوسا هيو إيراني نرى الخلافات قائمة على أشدها داخل ترتيباتهم في نجف وكربلا ولعل الصلاة كل جهة على حدة وكل مجموعة على حدة ويلتقون في صلاواتهم الواحدة رغم توافقهم الظاهري وثوابتهم العامة الجامعة لكن الخلاف هو أساس الشيء هنا يؤكد لنا على أن الذي حصل منذ ألفين الاحتلال لحد الآن كانت توافقا شكليا أو تنسيقا شكليا أو تنافسا شكليا الحقيقة هو الصراع لأن الآن أضحت الأمور على وضوحها وأن هناك جهات في داخل ما يسمى الشيعة تأخذ المجامع إلى هواها أكثر من الحالة الجمعية التي يحصل في إيران من ولاية الفقه التي تتقاطع مع ما يسمى المراجع الدينية في النجا في أكربلا لذلك هذه المجامع انعكست وترجمت هذه الخلافات إذن الخلاف هو ليس شكلي بل هو الصراع حقيقي تخندق طائفي هذا التخندق أسس إلى حالة التي الآن نراها بدأت تأخذ مداها الواسعة دكتور في المرحلة السابقة الحقيقة هذا الصراع لم يظهر إلى العلن لم يظهر إلى العلن وكان كأنه ما يسمى بالبيت الشيعي في خندق والآخرون في خندق وكانت هذه الجبهة البيت الشيعي جبهة موحدة وواجهت الكثير من التحديات التي واجهت هذا المشروع والذي كان البيت الشيعي ركن أساسي فيه ما الذي تغير الآن حتى يتحول هذا الصراع بين أطراف هذا البيت والحقيقة الصراع يعني قد تكون له تداعيات مخيفة الآن تهديدات بأيام سوداء تهديدات بمجابهة أيام سوداء تنتظر العراق كما قال المتحدث باسم ميليشي حزب الله ليرود عليه بعد يعني وقت قليل مقتدى الصدر بالتأكيد أسباب كثيرة حقيقة الأمر أدى لهذا الشيء منها الجانب الشخصي الشخصنا في المسألة والبروز على حساب الطرف الآخر أو الشخص الآخر واحد اثنين طبيعة الارتباطات لهذه القوى السياسية ليست مرتبطة بجانب تقهي دين الحقيقي بقدر ما مرتبطة بجهات سياسية خارجية ولأن القوى الخارجية اختلفت فيما بين اختلافا كبيرا فبالوقت السابق بعد بعيد الاحتلال كما قالت الدراء امريكية كان هناك فوضى خلاقة كأن امريكا لا ترى ان الامور تسير فدعت الامور على الغرب حتى يسير ويتوجه ولكن عندما احتدم الصرر اما بين امريكا وبين ايران بدأت اطراف الجهات المعنية تأخذ مداها تطبيق في الخلافات الاوسع والصراعات الاوسع اذا هو مسألة شخصية مسألة الدولية في طبيعة الانتماءات وارتباطها الدولية ثم القوة السياسية ذاتها النفط نشأت لها خلافا عميق داخل البيت الواحد او مجاميع البيوت داخل المجمع الشيعي فالتيار الصدري او جماعة الصدريين لا يوجد شيء اسمه تيار الصدري المسمى حتى اساسا هو مخالف الضوابط السياسية العامة او ما اعتادت عليه التسميات المجموعة مثلا الحكيم على خلاف كبير مع الصدر وصدر خلاف مع الحكيم الشيرازي خلاف مع الحكيم اذا مجموعة النجر خلاف مع مجموعة قوم وطهران اذا الخلافات هذه كبيرة ثلاثية الخلافات الخلافات المرجعية الدينية والمصلحة الشخصية لهم خلافات الشخص الذاتهم الذين يصدرون العملية السياسية كصدر وكمالكي وكجعفري وكحكيم شخصاً وخلافات القوة الدولية تتوجه هذه القوة السياسية تحتدم الصراع بين أمريكا وإيران وأنا أقول دائماً أننا وصلت إلى مرحلة اللعبة الصفرية لمجال للمساومة لذلك ظهرت الخلافات على شدها أتوقع الخلافات ستأخذ مدى أكبر تطبيقي أكثر من القول سنتحدث عن مدايات أو تداعيات هذا الصراع دكتور رافع الحقيقة الخلاف هذا اللي موجود هو كان على خلفية قضية من الذي يحق له تشكيل أو من يملك الكتلة الأكبر ومن يحق بالتالي تشكيل الحكومة القادمة هناك من بات يتحدث على خلفية تحالف مرتقب بين الصدر وبين القوى الكردية والسنية أن الصدر بهذه الخطوة إنما كسر النمطية التوافقية أو المحاصصة التي جرت عليها العملية السياسية منذ عام 2003 وحتى اليوم وبالتالي هناك مشهد مختلف يصنعه أو يصوقه الصدر أو التيار الصدري هل فعلا ثمة مشهد يصوقه الصدر مختلف عما كان بعد 2003 أستاذ ماجد ممكن الصورة نفهمها هكذا نعم هناك ثابت وهناك متغير الثابت أن الخلافات بينهم مثل ما تحدثت دبتور قحطان كبيرة بين هذه القوى السياسية على الأقل نتحدث عن ما يسمى بالبيت الشيعي سنتحدث عن الأكراد والسنة بطريقة أخرى لأن الأكراد والسنة لديهم حصص معينة يعني حددت لهم وهم يأخذونها وخلاص يعني ما يسمى بالمكون السنية أو سنة العملية السياسية لديهم لديهم مقاعد معينة لديهم مناصب معينة يأخذونها انتهازية سياسية خلاص وانتهت القضية والأكراد لديهم قضية تجيهم الموارد يجعل حصتهم المخصصة لهم ولديهم مشكلة مع ما يسمى بالأراضي المتنازع عليها بس أسألك عن نقطة دكتور قبل أن يعني وراء ما توضح أنه الآن هؤلاء القوى الكردية والسنية متهمون بأنهم هم من خربوا وأحدثوا شرخا في البيت الشيعي نعم سنتي على هذا عموما مثل ما قلت لك هناك ثابت وهناك المتغير المتغير هو أن يتفقوا أن يكون هناك اتفاق بين هذه القوى ما يسمى بالبيت الشيعي هناك ثابت وهو بيناتهم خلافات كبيرة خلافات مثل ما تحدثت دكتور قحطان بالمرجعية بقضايا كثيرة ربما فقهية ربما ما عارفينه شخصية شخصية نعم لكن المتغير هو أن يتفقوا على مكاسب معينة عندما صممت العملية السياسية أعطي لكل مجموعة مساحتها التي تسيطر عليها إذا ما اقتنعوا بهذه لذلك يتوافقون قبل كل الحكومة نسمع عن توافق بين هذه القوى واجتماعات معينة وتم الاتفاق بينهم وتعوى وعينة الحكومة توزيع المناصب وتوزيع المساحات وتوزيع المكاسب ويتفقوا فيما بينهم هنا المتغير هو الذي يطفو على السطح والثابت يسكن اللي هي خلافاتهم تسكن ماذا تظهر خلال هذه الفترة العملياً عكست طبعاً علينا أن نشير أنه هناك ربما الاتفاق بيناتهم لا يجري من خلال عقولهم من خلال إيرادتهم هناك طرف خارجي يحدد لهم المكاسب ويحدد لكل طرف ما يكسبه وكل واحد حدوده وبالتالي يتوافقون عليها في ما يحصل الآن الآن هذه الأطراف وجدت الأطراف التي تعتقد أنها مظلومة وقد خسرت وقد ظلمت وقد تم الاعتداء على حقوقها قد خسرت جزء كبير من مساحاتها لصالح طرف آخر المكاسب وزعت بطريقة لصالح طرف وأخذت من أطراف أخرى هي نفس المكاسب نفس المساحة لكن المساحة توسعت لهذا الطرف على حساب الطرف الآخر لذلك تحرك الثابت اللي هو الأساساً اللي هي الخلافات بينهم ظهرت الخلافات إلى السطح لم تكن تظهر سابقاً لكنها ظهرت الآن وهي موجودة وليست غائبة كانت موجودة دائماً وكانت ما تجري ربما بالغاطس من السفينة الآن ظهرت على سطح السفينة الآن يتهمون بينهم لا يستطيعون اتهام أطرافهم فيما بينهم لأن كل هذه الأطراف مسلحة كل هذه الأطراف تمتلك ميليشيات وسلاح إذا ما صر الاتهام متبادل فيما بينهم بشكل واضح وشكل علني سيذهبون إلى التصادم العسكري وهناك تهديدات واضحة تهديدات واضحة فأين يذهبون؟ يذهبون إلى الأطراف البعيدة إما يتهمون الأكراد أو يتهمون السنة بأنهم هم من خربوها اتهموهم ليس إما نعم لكن هم يتجاهلون حقيقة يعرفها الشعب كله أن هذه القوى هي فاشلة أساساً سواء القوى التي الآن فازت أو القسرة دكتور أيضاً نقطة يركز عليها أنه كل طرف يدعي أنه من يمثل الأغلبية في العراق ما هذه الكذبة من عام 2003 إلى حد الآن نسمعها أقصد الإطار الميليشيات قل نحن نمثل الأغلبية وحق الأغلبية قد هضم وصدر أيضاً يقول نحن نمثل الأغلبية وحق الأغلبية قد هضم هذه بدأت الحقيقة منذ عهد بريمر بريمر هو أول من زراع هذه القضية وقال أم قالوا لي عندما أتحدث عن أغلبية وعن أكثرية وقلية وهذه القضية وجاء به الدستور بهذا الدستور الكسيح لكي يثبت هذه الأمور ويجعلها حقائق يجب التعامل معها بشرعية هكذا أريد له فبالتالي من يتحدث عن أكثرية وأقلية وكذبة كبيرة وغير معلومة وشنو معاييرها لا تفهم هذه القضية الحقيقة ومتحركة وغير ثابتة مثل القوة مثل مستوى القوة هو غير ثابت متحرك لا يمكن الاعتماد عليه فبالتالي الآن يتهمون قوة أخرى يتهمون السنة ويتهمون الأكراد بأنهم هم السبب في إفشال بيت هذه كذبة كبيرة لأن الشعب يعرف والشيعة يعرفون أنه السبب في هذا الوضع هو أنه هذه القوة التي حكمت العراق منذ عام 2003 لحد الآن لم تقدم شيء للمواطن هي من سرقة المواطن هي من خربت البلد هي من دمرت البلد طبعا بظنها القوة التي فازت بالانتخابات يعني هذه القوة التي فازت بالانتخابات ليست معفات من هذا الوصف هي جزء من هذا الوصف منذ عام 2005 على الأقل من أول انتخابات جرت هي جزء من العملية السياسية وجزء من المناصب وجزء كبير من المناصب وكانت مسيطرة وتأمر وتنهي ولها مواقعها ومساحتها فبالتالي هذا لا يعني أنها معفات من هذا الوصف الحقيقي لكن هم يريدون أن يرموا الكرة في ملعب الآخرين لكي يتهموا الأطراف أخرى وهذا يعطيهم مجال للعودة إلى ما يتكئون عليه أساسا وهو الطائفية إثارة الطائفية إثارة النعرات الطائفية مرة أخرى بس لم تعود لها أذان مصغية في المجتمع العرافية هم ليس لديهم غيرها ليس هناك من مشتري لهذه البغاء انظر إلى الخطابات التي انظر إلى الأحاديث في شاشة الفضائيات كلها أحاديث بهذا الاتجاه أحاديث طائفية محاولة لإحياء الطائفية ليس لديهم سواها يتكون عليه يريدون أن نبعد المواطن ويوجه المواطن البسيط باتجاه هذا لكي يعودوا ويتسلقوا مرة أخرى على رقاب المواطن لا أقول عن عملية السياسية هم جزء من العملية السياسية والعملية السياسية بنيت على هذه المحاصصة الطائفية والإثنية لكن يريدون أن يتسلقوا على ظهور المواطنين ويعيدوا دفع المواطنين باتجاه الاحتقان الشديد لأن هذه هي الساحة التي يستطيعون اللعب عليها قضية الطائفية الآن أفلست بالكامل القضية الأخرى التي تجعل هذا الخطاب الطائفي لا سوق له لا مشتري له أن الصراع الآن مع طرف شيعي آخر لا يمكن أن يتهمونه باتهامات أخرى أولا أستاذ ماجد أستاذ ماجد سوق الطائفية لم ينتهي أنا أقول لك لأنه بدليل أنه حتى في الانتخابات ما يسمى بالانتخابات الأخيرة السني ذهب إلى انتخاب السنة والشيعي ذهب إلى انتخاب الشيعة هذه هي الحقيقة فبالتالي هناك تقسيمات هناك دفع بهذا الاتجاه دكتور بقايا هذه بقايا 15% من صوت هذه بقايا يعني بغض النظر أنا أتحدث عن من صوته ذلك قلت ما سمي بالانتخابات نعم هي بنظري ليست انتخابات هي لعبة ولعبة سخيفة ولعبة هزلية الحقيقة تحتاج إلى إعادة أحياء طائفية بشكل قوي وإثارة الناس بهذه لأن ليس لهم سواها يتكيؤون عليها لإثارة المجتمع واللعب على الساحة الساحة إذا ما بيها مشاكل وأزمات وإثارة طائفية لا يستطعون التحرك هذه كل القبيلة نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود مباشرة لكم ولضيفنا دكتور قحطان الخفاجي تأخرنا عليه قليلا نسامحنا بعد الفاصل نعود ابقوا معنا مشاهدين الكرام ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات أهلا بكم مشاهدين كرامة مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في أفقي الصراع المحتدم بين ميليشيات العملية السياسية مقتضى الصدر والإطار التنسيق الممثل للميليشيات ضيفاء الطاولة دكتور رافع الفلاح والدكتور قحطان الخفاجي دكتور قحطان الأنصار أو مؤازروها للتحالف المرتقب بين مقتضى الصدر وبين القوى السنية وبين القوى الكردية وهم شركاء في العملية السياسية الحقيقة يرون أو يروجون أو يسوقون أن هذا التحالف الحقيقة سيكون كسرا وخرقا لقواعد اللعبة السياسية الطائفية التي صممها الأمريكيون وآزرها ودعمها الإيرانيون هل فعلا هذا التحالف سيكون بصبغة وطنية وكسرا لقواعد هذه اللعبة التي شارت عليها العملية السياسية منذ 18 سنة؟ بدءا لا وطنية لجميع القوى العاملة في العملية السياسية الآن دون استثناء الجميع طائفيون مذهبيون متخندقون أما أثنيا أما أرقيا وبالتالي لا علاقة للوطنية بهم نهيا بالمرة ولكن قد تكون مصلحتهم إلى حد معين دفعت هذا الاتجاه ثم التهلهل فيما يسمى بالبيت الشيعي جاء نتيجة بالتأكيد لأسباب كثيرة وليس كما يدعون أن تلك الجماعة خدرتهم وتلك الجماعة فرقتهم لا بالتأكيد لأنهم ثبتوا لا علاقة لهم حتى بالمسكين الشيعي في جنوب العراق وسواه ولذلك يذهبون إلى الذي منع من أن تبنى مدينة الأعمارة لأنهم يحبون علي كما يقول هذا العامري وتقول الأخرى الصدرية فتاة أذكر يسمها راحة من بلي أنها لم يسمح لها ببناء مدينة الثورة لأن إسرائيل لا تقبل الآن الجانب ما يسمى مهدوري الآن الجانب الآخر يقول الجانب أن السنة بين قوسين هم الذين أنهوا هذا البيت أو هدوا أركانه أنا أقول هذه المجاميع إن كانت بين قوسين سنية أو شيعية أو كردية لا علاقة لها لا بالوطن ولا بحتى الانتماء المذهبي الطائفي الناصع إذا كان هناك شيء اسمه انتماءات غير أو أسفل أو أدنى من الإسلام الذي هو دين الله الواحد الأحد لا مسمى سيني ولا مسمى الشيعي ولكن هذه الآلية الآن الآن اغتنمها الفرصة ما يسمى مجاميع التي بقيت تعمل باسم السنة حلبوسين ما علاقة له بالسنة أساسا رجل ارتقى العملية السياسية على براق وعلى سرعة غير طبيعية وله علاقات كثيرة بدون خارجية دكتور اسمح لي واضح نعم إذا كان هذا البيت الشيعي وأطرافه طبعا يتحدثون عن أنه إنما هم موجودون لأنهم يمثلون الأغلبية السكانية في العراق الشيعية وأنهم إنما جاءوا لدفع الظلم والمضلومية عن كاهل الشيعة خلال العقود الدكتاتورية السابقة إذا لماذا هنا الغضب أو الاستنفار من هذا التمثيل بين قوسين الشيعي الذي لا زال في هذا النظام مقتدى الصدر لحد الآن شيعي لم يتحول عن الشيعية فلماذا الآخرون غاضبون وزعلانين وأنه كأنه هذا الحق الأغلبية قد تم السطو عليه أو في طريقه للسطو عليه هذا السؤال الحرج وغير طبيعي وذكي للغاية يدلل على أن هناك درايا كبيرة لإدارة البرنامج على أن تدفعنا باتجاه قراءة أمور خارج نطاق الأحزاب ذاتها قلنا قبل قليل من أسباب التي تدفع باتجاه الخلافات هم أن هذه الأحزاب تابعة لقوة خارجية وبالتالي القوة الخارجية التي تدفع وتديم والتي تعزز هذه المجاميع هي التي اختلفت من بينها ودفعت هذا التجاه في قناعتنا كمتابعين كاستراتيجيين أن الصراع الإيراني الأمريكي هو السبب الأساسي في هذه الترتيبة فأمريكا تدرك على أن احتواء المد ما يسمى الشيعي الذي أخفق كثيرا حتى في استمالة أطرافهم لا يمكن احتواء ولا يمكن احتواء المد الشيعي الإيراني في العراق إلا بشيعة عراقية حتى لا يقال أن هناك تخندق سني شيعي وبالتالي تذكي لشيعية سنية وتعطي دالة إيجابية لصالح الأحزاب الولائية أن تلملم حالها بالدعاء أنها تابعة أو تقاتل أمريكا لذلك أعتقد أن التصعيد بهذا الاتجاه هو ترتيبة خارجية أكثر ما هي داخلية لأن الجانب الصدري إلى حد بعيد أو نسبيا لا يتوافق مع إيران كما توافق الولائيين البرزان لا يتوافق مع إيران كما يتوافق الطلبان وجمع الطلبانين هذه نقطة مهمة دكتور أشكرك طالما أثرتها وأشرت إليها واضح دكتور أشكرك حتى نسأل عنها دكتور رافا دكتور الحقيقة بعد أن انطلقت المشاورات أو المساومات أو المباحثات بين الصدر وبين القوى الكردية والسنية يعني مؤازروا هذا التحالف المرتقب العاقدون الأمال عريضة عليه يقولون أن هذا التحالف الحقيقة تحالف وطني كاسر لقواعد اللعبة وبالتالي الحقيقة هناك رهان كبير عليه في أن يخرج العراق على الأقل مرحليا أو شيء متدرج من ربقة القبضة الإيرانية هذا التحالف إذا ما نشأ وسار فإنه على الأقل سيخفف القبضة الإيرانية عن العراق يعني هي أساساً السؤال ربما يطرح بشكل آخر يعني هي ليش القبضة الإيرانية أو التغول الإيراني صار واقعاً في العراق بهذا الشكل لأن هناك قوة تابعة لإيران وهناك إطار يسمع لهذه القوة في اللعب داخله وهذا الإطار فيه محددات ومعايير ثابتة ومحاصصات طائفية وعرقية بالشكل الذي نعرفه من عام 2003 لحد الآن السؤال الذي يطرح نفسه أيضاً هل تغير هذا الإطار يعني هل هذه الانتخابات هل مجيء الصدر هل فوز الصدر وجماعته غير الإطار هذا يعني الحلبوس وجماعته هذه جماعة سنة العملية السياسية والإكراد بالعملية السياسية هم نفس القوة والشيعة هي نفس القوة كلها نفس القوة أما هذا أخذ من مساحة هؤلاء وأخذ من مساحة هؤلاء بهذا الشكل وتغيرت النسب في الاستحواذ والسيطرة هذه قضية أخرى لكن الإطار العام هو نفسه نفس الإطار العملية السياسية فلذلك لا يمكن الحديث عن قوة وطنية عن مشروع وطني عن إمكانية للنهوض بالعراق من خلال واقع هذا الإطار الإطار إما أن تزيح هذا الإطار العملية السياسية برمتها مع دستورها مع كل مقوماتها مع كل ما جاء وبالتالي تبني برنامجا وطنيا ومشروعا وطنيا جديدا بقواء تؤمن بالوطن وهذا حال آخر وأما أن تأتي لتبني داخل نفس الإطار اللي موجود داخل العملية السياسية بهذه الطريقة فأنت يعني تدور لا تغير يعني تدوير النفايات لا تغيير الواقع هذا الذي يعدث لكن محاولة للتضليل ليس أكثر ومحاولة لدفع أطراف أخرى لكن نفس القضية دعني أقول لك الآن التير الصدري هو الذي فاز ليس كذلك؟ نعم وهذه القوة اللي موجودة هي أساسا موجودة وهذا التير الصدري جزء من هذا البيت الشيعي هو ترعسه الآن وهو الذي ظهره بعد أن كان حزب الدعوة بعد أن كان دولة القانون بعد أن كان كان ما كان هذه المسميات نعم لحد عام 2018 اللي هي حكومة عادر عبد المهدي وبعدها في حكومة مصطفى الكاظم عدد المناصب وفقا لتقارير مكاتب بريطانية معروفة ومراكز دراسات بريطانية معروفة ومراكز عالمية أكثر من 200 منصب من المناصب المهمة في الدولة العراقية كانت بيدي التير الصدري كثير من الوزارات المهمة الخدمية كانت بيدي التير الصدري أو نفس الصدري قال ما من حكومة تشكل إلا بموافقتنا هذا واقع الحال الفشل فشل كل الوزارات فشل كل المسؤولين على المستوى الاقتصادي الأمني الاجتماعي السياسي وهذا الجزء من عنده جزء كبير من عنده تحمل التير الصدري ومختد الصدر طيب ما عدا مما بدأ ما الذي تغير يعني ما الذي هو نفس التيار نفس الوضعية فاز بكراسي أكثر ما الذي جعل المشروع يكون وطنيا يعني ما الذي يحدث ما هي ذي المناصب كلها اختارها التيار الصدري بإرادته واختارها وقعدوا بيها ومن عام 2003 لحد الآن هم على الأقل من عام 2005 خلي نقول حتى لا يقولون أنتم كيفكم تحشون من عام 2005 من أول الانتخابات لحد الآن هم في هذه المناصب واستفادوا من عندها سواء بوزارة الإسكان سواء بوزارة الصحة سواء بوزارة الكهرباء كثيرة كثيرة والمناصب الأمنية وغيرها ماذا فعلوا؟ إذا كان هناك من نهوض بالعراق على الأقل خلي شوفونا شنو النهوض شنو نسب النهوض شنو نسب النمو التي حصلت في العراق وكان مسؤول عنها التيار الصدري هذا ليس دفاعاً عن الآخرين الآخرين الذين هم الآن يسمون نفسهم يعني ظلمة وخسرة والتعامرة وعليهم هم كانوا أيضاً أدوات بالتخريب وأدوات كبيرة بالتخريب فالكل أنا ما أريد أن أقوله والشعب يقوله أنه كلهم أدوات للتخريب وكانوا مسؤولين عن كل هذا الخراب فما الذي يجعل هذه الأدوات التي كانت وما زالت هي أدوات تخريب وخراب وفساد ودمار وتدمير للمجتمع العراقي وبسببهم سافر هاجر أكثر من عشر ملايين عراقي غالبيتهم من الكفاءات وست ملايين ودمرت مدن ولن تقدم الخدمات من البصرة إلى معرفين مدين ما الذي يجعل الآن المشروع تغير وصار وطنياً مع أن الإطار للعملية السياسية هو ثابت مقتضى الصدر يقود انقلاب دكتور قحطان الخفاجي ما جرى في الجلسة الأولى استدعى من إطار التنسيقي إطار الميليشيات واتهام مقتضى الصدر بأنه قاد انقلاباً على الشركاء في البيت الشيعي وأن هذه الخطوة ستسلب حق الأغلبية من الحكم من تشكيل الحكومة وما إلى ذلك هذا الاتهام الخطير أن هذا الصدر وشركاء يقودون انقلاباً الآن في العراق برأيك ما الذي يريد أن يرتب عليه إطار الميليشيات إلى أين سيقود الأمور أولاً هذا جهل في السياسة وفي طبيعة المفهوم الأغلبية في الديمقراطيات العالمية الأغلبية الديمقراطية العالمية ليس أغلبية بشر حالة اجتماعية أو نسبة كتلة اجتماعية داخل المجتمع بقدر ما هي برامج معينة تكسب عدد أكتر فتكون أغلبية وبالتالي ليس هناك شيء اسمه أغلبية دائمية وأغلبية وقلية دائمية من حيث العمق السياسي كما نرى في أمريكا حياناً تكون أغلبية لديمقراطيين وحياناً تكون الجمهوريين حسب البرنامج وحسب تأييد الجماهير لها أما أن يرتب بهذه الآلة التي يذهب إليها مجاميع ما يسمى البيت الشرعي هي رادة إلى استثارة الحس الطائفي المذهبي الذي كبذ لأسباب كثيرة أو انخفض واحد اثنياً استثارة مجاميع المسلحة التي تبتلك سلاح والتي ترتبط في العمل القتالي ارتباطاً مصلحياً أنانياً ليست كالتي هي كجمهور العام للمذهبية هذه المجاميع المسلحة تقتل وتقاتل عندما تجد دالة صغيرة من المذهبية والطائفية فكلمة انهيار البيت الشيعي أو انهيار أو انقلاب أو التقزيم للشيعة يستباح قتل الذي يؤذي بين قوسياً المجموعة الشيعية حتى لو كان شيعياً لذلك كما جرى في تشرين في تشرين لا أنا أكثر من ذلك في النجف الأشرف عندما ترى مجاميه أربعة من الآيات الكبرى انحراف معين لدى المرجع الأعلى في النجف يتأمرون أو يتبعي ترتيباً يخرجوه حفاظاً على ما يسمى على الخط العام الشيعي إذن مجاميع لحماية الذات إن كانت خاطئة بالتأكيد حتى من التصحيح والتعديل هذه موجودة لذلك هذه المجموعة تثب باتجاه على أن الذي أنهى أو ينهي البيت الشيعي هو الصدر كشيعي فجب أنه حرب شيعياً وبالتالي حتى إذا حرب شيعياً شيعياً لا يكون خللاً في الترتيبة لأن يدراك العام يكون الصدر قد خرج عن الخط العام الشيعي كما قالوا السنة هم الذين أضروا بالبيت الشيعي لكي يذكوا عملية الخطاب المثابي الطائفي الذي لا يقون إلا بموجبه دكتور رافع الحقيقة هناك تصعيد أمني الآن في العراق هناك هجمات على مصالح أجنبية قصر بالصواريخ مسيارات على القواعد الأمريكية على شمال العراق عمليات اغتيال متبادلة إلى أي حد هذا الوضع مرتبط بهذا التوتر بين الميليشيات وأن لا خطوط حمراء في هذا الصراع إذا ما مضت الأمور بما يعني بما لا يتوافق مع تطلعات أو نفوذ أو مغانم كل طرف دائما ما يعني مثل ما تحدثنا أستاذ ماجد قبل قليل عن المتغير والثابت والثابت هو الصراع بينهم والمتغير هو التوافق بينهم كلما ذهبوا إلى الثابت واللي هو الصراع فيما بينهم لا قطوط حمراء وهذا الصراع ليس جديداً ومن يدفع ثمن الشعب العراقي الانفجارات التي حصلت القتل اللي حصل الاغتيالات التي حصلت الدمار الذي حصل في كل مكان واعترفوا به كثيرين هذه كلها فصائل كانت وكان يرمون أبو علي العسكري من ميليشيا حزب الله يقول عراق تنتظر أيام سوداء نعم وهذا واقع الحال والآن الشعب العراقي يتذكر كل هذه الأحداث يعني يتذكر كل الانفجارات التي كانت مثلاً شماعة البعثيين والصداميين وداعش والمعرف منه وصلوا إلى اتهام هذه الأطراف في مناطق شيعية بحتة وبعيدة وولاءها كامل لهم ممكن يقولون في البصرة في العمارة في الناصرية في النجف في كربلا أيضاً روجوا لهذه الفكرة ما عادت هذه الفكرة مقبولة الآن الوضع يعني مكشوف الصراع فيما بينهم ليس فيه خطوط حمراء الحقيقة ماكو خطوط حمراء عندما يعني فقط هناك ضابط خارجي هو إيران إذا ما ضبطت الأمور باتجاه تحقيق مصالحها بالطريقة التي تراها سيذهبون إلى السكينة وتسكين كل مشاكلهم وستذهب يعني سفينة العملية السياسية إلى موانئها المصممة لها أما إذا لم تستطع إيران وهذا ما استبعده أن تسيطر على هذه القوى وتضبطها مثل ما ضبطتها قوى 19 سنة سيذهبون إلى الصراع فيما بينهم صراعاً دموياً ليس فيه خطوط حمراء لكن خلال هذه الفترة الكل يستعرض قوى الكل يستعرض عضلاته يفجر هنا يقتل هنا يرمي قنبلتين هنا يثير هنا إثارة هذه الفوضى هي في مصلحتهم في مصلحت كل الأطراف لأنه هم يعني استطاعوا أن يعيشوا أن يكبروا أن يسيطروا أن يستحوذوا على كل شيء في ظل الفوضى فوضى أمنية فوضى سياسية فوضى اجتماعية فوضى اقتصادية هذه الفوضى تخدمهم وخدمتهم طوال ساطع السنة إثارتها هو الذي يخدمهم هم ليس لديهم قلت قبل قليل ليس لديهم سوى الاتكاء على الطائفية وليس لديهم سوى الفوضى يلعبون فيها هم ليس لديهم عقول ترى بعيداً عقولهم مصممة على هذا الخراب وهذه الفوضى واليد الضاربة واليد التي تسرق وبالتالي يذهبون إلى ما دربوا عليه ما يعرفونه وهي إثارة الفوضى والقتل والذبح والاختطار والكل يحاول أن يلوي يد اليد الأخرى هذه لعبة لعبة عضل الأصابع انتهت الآن لو الأذرع الآن هم متماسكين بالأذرع والكل يحاول أن يلوي ذراع الآخر والكل يهدد بقواه لذلك نرى الآن اللي في الشارع ميليشيات من مقتدى الصدر وميليشيات أخرى التي تضر كلها موجودة بالشارع الآن لكن هل سيتصادمون هذا تتبع إلى الضابط الأساسي وكلها انتشرت في أيام الجلسة الأولى عندما الجلسة الأولى نعم انتشروا في بغداد وفي محيط المنطقة الخضرة دكتور قهطان أيضاً في نفس النقطة مع هذا التفجر هذا الاحتراب أو الصراع لحد الآن سياسي إعلامي هناك اغتيالات متبادلة هنا الحقيقة أمر لافت وهو تصاعد لنشاطات ما يسمى قوى الإرهاب وخاصة عمليات داعش وأيضاً بموازاة خطاب من الإطار التنسيقي من أن يجب على يعني الحشد أن ينسحب من المناطق المحافظات الغربية والشمالية ولا علاقة لنا بما يجري في هذه المناطق حديث من أن يعني القوات الأمنية يجب أن أو الحشد يجب أن يبقى في مناطق الجنوب وكأن هناك حديث خفي في عملية استثمار أو توظيف داعش على خلفية هذا الصراع بين الإطار التنسيقي وبين مقتد الصدر طبعاً حديث غير مسؤول بالمرة وقاصر بشكل كبير اتجاه الوطن ولكن بالمقابل أيضاً هو أعتقد أنه يأخذ جانبين أولاً كذبة كبرى واثنين دعاية كذبة كبرى لن ينسحبونها أي من المناطق هذه لأن هناك ضغوطات يستخدمونها كل تحصل في منطقة سنجار وحوالي مناطق قرب الموصل وقرب أربيل يضغطون على أطراف المعينة هنا وهناك بالتالي السؤال الكبير هذا الحشد لمن يتبع تابع للإطار التنسيقي لو باعتبار المفروض تشكيل عسكري وتابع للقوات القادة العام وقوات المسلحة مثل الشرطة والجيش والذهبية والمكافحة الإرهاب هذا الفقرة الثانية يقول أنه تأكيد على أن هذه المجاميع ليس مرتبطة بالدولة والذي يقول مرتبطة بالدولة كاذب بدل لأن هذه المجاميع هكذا تقول الشيء الآخر أيضا بالمقابل أي إضافة إلى هذه الفقرة الأساسية هو أن عملية وكأنما وكأنما الفوضى التي قد تحدث نتيجة لهذه أو غيرها بسببهم ويكونون هم عندها كأنما هم كانوا صمام الأمان وبالتالي عملوا الآخرون على ضعاف صمام الأمان إذن هي كذبة كبرى تصرف لا مسؤول وهي عملية خدعة لإظهار حقائق كنا نقول عنها أن الميليشيات وأن الحجد وسيما الولائي لا علاقة له بالدولة وله مهمة أخرى مخصوصة بها بالأمس كانوا يقولون نحن الذي حررنا مناطق وحين حفظنا النساء مع جل احترام نسائنا في كل مكان الآن يقولون ننسحب لا ترك منطقة إذن عملية هكذا الأمور تتزامن معها حتما في رأينا الشخصي تصعيد من داعش ليس بظهور العلاقة بين داعش وبينهم لا داعش دائما يستثمر الفرص عملية الانسحاب والخل التي تقوم داخل الذي قد يحدث في هذه الماكن سوى عدم الانضواء أو عدم الاهتمام بالعمل الأمني أو الانسحاب يعطي مجال للداعش أن يقوم بأعمال أخرى كثيرة أمنية وبالتالي يقولون هؤلاء نحن سبب أمان البلد وضياع البلد كان نتيجة لسلوكيات أخرى كصدر وغيرك دكتور في سؤال الختام ما السيناريو المتوقع أو المتخيل لهذا السراء إلى حرب شوارع إلى تهدئة لازالة الأطراف الدولية والإقليمية إيران قادرة على لجمي ضبطي حركة وإيقاع هذه الميليشيات لازالت لديها قدرة أستاذ ماجد أنت تنظر أو تبحث عن القياس أو تقيس على أحداث معينة على أوضاع معينة وتسقطها على الواقع الحالي لكي ترى الصورة عندما نقيس على الأوضاع التي كانت سائدة في العراق منذ عام 2003 لحد عام 2006 لحد تفجير المرقدين في سامرة كانت المقاومة العراقية كان هناك متغير على الساحة العراقية بعد الاحتلال متغير قوي جداً على الساحة العراقية المقاومة العراقية كان لابد من إنهاء هذا الموضوع أو تشويه صورته بطريقة أو بأخرى أو إلهاء الناس بفوضى جديدة وكان هو الانفجار الذي حصل في سامرة وشهدنا ما شهدنا بعده في عام 2014 مرة أخرى قياس والرؤية في عام 2014 هناك محافظات ثارت هناك تظاهرات هناك قوات تتحرك على الساحة باتجاه دفع العملية السياسية إلى المزبلة إلى الهلاك وإذا بداعش يدخل إلى الساحة وإذا بقوة وإذا بالحجد الشعبي والميليشيات التي تسيطر الآن الآن الوضع هناك متغير على الساحة هذا المتغير ليس له علاقة بالعملية السياسية وفوز الصدر وفوز لا هناك متغير الشعب العراقي كشف هذه المعادلة من عام 2018 و19 ثورة تشريه لحد الآن فبالتالي يجب إيقاف هذه ربما وأقول ربما أشكرك والبعض قد يعني هذه نقطة مهمة ربما سيحدث تفجير مثل ما حدث تفجير كبير قتل لشخصية كبيرة لا أعرف ليكون رافع لهؤلاء لا رافع لكل هؤلاء وإعادة الفوضى وإعادة تسويق كل هذه القوى أشكرك لكي تسيطر على الساحة بطريقة أو بأخرى لكي تستمر العملية السياسية بطريقة شكرا دكتور رافع الفلاح الكاتب الباحث السياسي كان معنا في حلقة طاولة حوار لهذه الليلة وأيضا نشكر الدكتور قحطان الخفاج أستاذ العلوم السياسية كان معنا عبر اسكايب وأشهركم مشاهدين الكرام وإلى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة